سياسة بغيظة ليس لها مكان في بلد يدعي حقوق الإنسان تعلق منظمة العفو الدولية على تاييد المحكمة العليا الأمريكية لقرار حظر سفر خمس دول إسلامية منها اليمن بالإضافة إلى سوريا وإيران وليبيا والصومال وقالت المنظمة الدولية إن هذه السياسة الأمريكية كارثة ليس فقط لمن يريد العمل بل أيضا لمن يبحثون عن الأمان من صراعات للولايات المتحدة الأمريكية يد مباشرة في خلقها أو استمرارها تاييد المحكمة الأمريكية لقرار الحظر اعتبرته أوساط سياسية ودبلوماسية بمثابة انتصار الإدارة الأمريكية الجديدة لكن هذا التاييد أثار في الوقت ذاته احتجاجات واسعة داخل وخارج الولايات المتحدة باعتباره قرارا عنصريا لا يتفق وروح الدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية اليمن إحدى هذه الدول التي سوف يمنع مواطنها من دخول أمريكا بعد تاييد المحكمة العليا الأمريكية لقرار حظر السفر الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتبدو الأضرار كثيرة على اليمنيين من قرار الحظر لا تنحصر بمن يريد السفر فقط وربما تنعكس سلبا على المقيمين فيها تربط اليمن بواشنطن وفق بيان السفارة اليمنية شراكة استراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب وفي إطار هذا التعاون اليمني الأمريكي فإن السفارة اليمنية وعدت بأنها ستكثف جهودها لمتابعة الإجراءات التي ترفع اسم اليمن من قائمة حظر السفر لكن السفارة لم تحدد ما هي الخطوات العملية التي ستتخذها لحماية مواطنها العالقين خارج أمريكا